صبايا اللي بتعاني من تساقط الشعر بكثرة والناس اللي عندها تساقط شعر شديد هذا الفيديو لكم اليوم رح نتكلم عن أسهل وأسرع طريقة من أجل إيقاف تساقط الشعر حنتكلم عن تركيبة زيود طبيعية من أجل إيقاف تساقط الشعر حنتكلم عن أهم الفيتامينات اللازمة المكملات الغذائية الضرورية لإيقاف تساقط الشعر وحنتكلم عن أهم الفحوصات الدالة على سبب حدوث تساقط الشعر لكن يريد قبل أن نكمل تمنع عجب الفيديو متابع الحساب وخليك معنا أول حاجة لازم تعرفها الصبايا أنه في هذا الوقت بالذات من السنة في فصل الخريف موسم الزيت بالتحديد تزيد كثافة تساقط الشعر بكثرة عند السيدات أهم الأسباب قد تكون نقص في فيتامينات وأهم فيتامين دال طراب في هرمونات الغدة الدرقية نقص في مخزون الحديد داخل الجسم هل تكون أحد الأسباب أهم الفيتامينات اللازمة لإيقاف تساقط الشعر تناول فيتامين دال باستمرار وبالإضافة إلى تناول فيتامين بي 12 من أجل الصحة العامة أهم المكملات الغذائية الحديد ويستحسن يكون حديد مع فولك أسد أو حديد مع فيتامينات زي فيتامين سي كذلك الزنك ضروري جدا من أجل إيقاف تساقط الشعر ثلاثة أهم تركيبة من زيوت طبيعية من أجل إيقاف تساقط الشعر بتجيب كالتالي زيت الزيتون البكر زيت اللوز الحلو نفس المقدار زيت جوز الهند برضو نفس المقدار ثلاثة زيوت هدول بتضيف إلهن زيت الخروع نصف مقدار زيت الزيتون وزيت الرزماري أو زيت إكليل الجبل برضو نصف مقدار زيت الزيتون بتخلطهم مع بعض وبتدوم عليهم مرتين خلال الأسبوع بالإضافة للفيتامينات والمكملات الغذائية بتظلك ماشي على هذا الحال وشغلة مهمة جدا إيقاف الشمبوهات الكيميائية أو إيقاف الكريمات الكيميائية وكذلك الصبغات وكريمات الفرد والشغلات هذه من أجل الحفاظ على قوة الشعر ومتنته وكذلك التاريث قبل فرد الشعر بعد الاستحمام لأنه يفضل فرد الشعر هو ناشف من أجل ما أنه يتساقط الشعر وأنه يكون في أضاف حالاته أثناء ما يكون رطب وعليه مي ياريت قبل ما تمشي تم إعجاب للفيديو متابعة لحساب وتنشر هذا الفيديو وخلي الكل يستفيد تحياتي للجميع